رمضان يا مولانا نعم وأهمية رمضان وما يمثله رمضان وأفضل الأمور التي يجب أن نحرص عليها ونحن لسه مقبلين على الشهر المبارك نعم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان يمثل للمسلمين أمورا مهمة للغاية تتمثل في أمور ثلاثة أولا إنزال القرآن الكريم سواء الإجمالي من تحت عرش الرحمن إلى السماء الدنيا الأولى كان في شهر رمضان وهو المعنى بقول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وأيضا الإنزال التفصيل في 23 سنة المعنى بقول الله تعالى إن أنزلناه في ليلة القدر إن أنزلناه في ليلة المباركة إن كنا منذرين في سورة الدخان من أول اقرأ بسم ربك الذي خلق إلى قول الله في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 13 سنة في مكة و 10 في المدينة ثم إن النبي محمدا صلى الله عليه وآله كان يعتكف لمدارسة القرآن الكريم مع سيدنا جبريل عليه السلام كما في صيح البخاري بالسند أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة المعلم الثاني سيد الكريم الإعلام الواعد السيد يوسف الحسيني أن النبي نبئ في رمضان يعني جاءه الأمر بالنبوة في رمضان ليبلغ للناس ما نزل إليهم من ربهم لكن نحن الأسف بنغفل عن هذه القيمة الكبيرة جدا أو عن هذا المعلم يعني كان من المفترض أننا نعي نحن المسلمين أن البعث النبوية المحمدية الرسولية كانت في شهر رمضان من لحظة اقرأ باسم ربك الذي خلق لست أدري إلى الآن لماذا تخلو التقويم الإسلامية عن تأريخ البعث النبوية في شهر رمضان لست أدري الأمر الثالث أن فيه شعائر عبادية ينفرد بها شهر رمضان طبعا معروف الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى تمام غروب الشمس قلوا واشربوا حتى يتبع لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل يعني المغرب بغروب أو بتمام غروب الشمس في نوع من الصالة معروف بيقتص برمضان صلاة القيام أو الترويح في نوع من الزكاء أو الصداقات بنسميها صداقات الأبدان ألا وهي صداقة الفطر ثم إن العمر في رمضان بتعاد الحج ثم إن رمضان في خير الليالي أو سيدة الليالي ليلة القدر وإن كان بعض المسلمين أو معظم المسلمين يتوهمون أو يظنون أنها ليلة لمزادات الدعاء لحظوظ الدنيا والأمر ليس هكذا فإن السيدة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصنع إن وفقت ليلة القدر قال يا عائشة قولي اللهم إنك رب عفو كريم تحب العفو فعفو عندي بطبيعة الحال هذا زخم عظيم بيمتز به شهر رمضان فيجب كما تفضلت نتعايش معه ليس بالمآكل والمشارب لا نحن نريد الزخم الوجداني إنما مش حظوظ المعدة لأن سيدنا الإمام أبو حمد الغزالي رضي الله عنه في كتابه المات أحياء علوم الدين قال الصيام على ثلاثة أنواع صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص صوم العوام يعني امتناع عن الأكل والشرب والشهوة الجنسية من طرع الفجر الصادق إلى تمام غروب الشمس هذا صوم العوام لكن صوم الخواص الصوم عن المعاصي والسيئات نأتي لهذا العام أعلى أو أشد أو أبشع أو أفضع المخالفات أو المحظورات أكل أموال الناس بالباطل أكل أموال الناس بالباطل أبشعها رفع الأسعار احتكار الأقوات أو دي من أبشع الجرائم أنا لست أدري كيف أن إنساناً يحتكر أقوات الناس الضرورية اللي عليها قوام الحياة في شهر مبارك كمان مشكلة مشكلة جداً فده لا أدري يعني كيف يصوم يعني المثل الدارج الشعب يقولك سام سام وفطر على بصرة يعني بصرة يعني ما فيش صيام ولذلك الرسول على السلام قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش والآن أنا بقول للتجار من الآن بقول للباعة سواء كانوا بالجملة أو بالقطاع أو بالتجزئة وعي يكون متصور أنه لما يقف في السوق أو غير السوق ويغلل على الناس الأسعار أو يحتكر الأقوات ما بيقولوا إيها بها حتى قبل ما طلع الفصل كده يقول لك هي تجارة واللي عاوز يشتري يشتري واللي مش عاوز يشتري هو حر لا ومش هو حر حضرتك الإسلام بيرشد إلى أولا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل هذه واحدة الأمر الثاني الرسول على السلام دعا لمن يرفق بالناس اللهم من رفق بأمتي فارفق به ومن شق على أمتي فاشقق عليه المحتكر خاطئ وملعون والجالب اللي هو بيستورد للناس مرزوق اللي بيحتكر الأقوات الرسول يحذره أن يصيبه الفلس والجذام يعني الأمراض والعزب الله السيئة فهنا حضرتك هذا أمر الأمر الآخر مثلا فيه انسياب المرور في الشوارع يعني بعض الناس في السيارات إذا كان يجيد القيادة ممكن يضيق الناس ويعطلوا المرور ما دي معصي تعطيل مصالح الناس دي آفة فوت على لنا بكرة فوت على لنا بكرة لا خلاص هو عايز يجي عشرة ويمشي اتناشر هذه خيانة 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 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قال صلى الله عليه وسلم قد الأمانة لمن اقتمنك لكن يجي تلبس إبليس يقول له إحنا بنشاء لا يقد فلوسه لا أنت تعاقدت وتعلم أن الدخل كذا يبقى هنا في صورة المائدة أو فوق بالعقود ثاني حاجة حالة الهاجان من بعض الناس خاصة المدخنين في البيوت يعملوا حالة طوارئ بقى أن السيادته صائم طوية المرأة من صائمة لك بعيدوا عن وشي هو الولاد الصائم لا ليس الأمر هكذا نريد أن نستعذب الصيام ترجمة نانسي قنقر